بعداً أنا أريد أن أخبرك عن موقف مضحك يعني صار معي يعني أول أسبوع فتحته المحل هات يجيني إزلام كبار يعني وهيك يجوني مثلاً يسألوا عن صاحب المحل أحكينهم أنا صاحب المحل ما يسدق بس بعد ما باعت واشتريت سدقوا إني صاحب المحل بعدين إحنا هون بالمخيك هون يعني الناس فقيرة بالوضع المادي بس بيهوا الحيوانات أشف جمعة محمود جمعة الفرنسي عملي 17 سنة أنا هون المحل ببيع في عصفية ببيع في حمال ببيع في علف سمك قفاص يعني كل إشي مخصص طيوم مخصص طبيعوها بلشت من عمر 14 سنة كنت شغال مع أبي بمحل جاج كنت أخذ من أبوي يعني راتب أجار شغلي وكنت أضب أجار شغلي خوشت يعني مبلغ منيح واشتريت فيه غنم يعني بلشت كافر عندي الغنم بس بعد ما تكافرين بيعتهم واشتريت خيل ولما شتريت الخيل شغلتها برمضان وآخر إشي كان عندي خيل وبيعتها وفتحتي المحل هون أنا أهلي حكوا معي عن موضوع الدراسة وأنا أقناعتهم بالتجارة وهيه الحمد لله سيك أنا عندي محل وعندي بكم وعندي خيل أنا لما كنت أنزل أشتري غنم من السوق وهيه يعني الناس يفكروها مصخرة أو أني بتمصخرة عليهم بالنسبة لحجمه وعمر بس سميت عاملوا معي يعني حسوا إشي تاني والحمد لله صارت اللي سمعة والتجار صاروا يقرفونه بعدين أنا من أدفل التحديات اللي وجهتني يعني اللي هي الخسارة لما أجيب غنم يعني تصير الغنم يا خلاص يعني ضغيلها يومين ثلاثة تلد بموت اللي ببطنها يعني خسارة مش طبيعي بس الحمد لله ميز وظليت مكمل طريقي أنا تعلمت يعني كيف كيف أتعامل معاهم كيف أعطيهم علاجات كيف أخليها ما يموت اللي ببطنها بموحة هو إنه يعني أسير أتعامل مع ناس وأجيب علاف من بره لأردن وأفتح سلسلة محلات يعني أنا أنا بدي أوصل رسالي على الشباب يعني الواحد هسا لما بدي يدرس مش غلط بس الواحد شو حاب هو من دوه ما تفتح مشروع يسوي تجارة كل واحد هو اللي بدي إياه موسيقى 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 اشتركوا في القناة